موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في الموجز الإخباري الرياضي الذي يأتيكم من قناة ديزا دي نيوز الإلكترونية يلتقي المنتخب الإسباني صهرة اليوم الثلاثاء بنظيره الفرنسي في أولى مواجهتي نصف نهائي كأس أمم أوروبا ويطمح المنتخب الإسباني لمواصلة عروضه القوية خاصة بعدما نصب نفسه كأفضل المنتخبات في اليورو لكن الكرة الشاملة التي يتميز بها منتخب لاروها ستصطدم بدفاع فرنسي مستميث لم يتلقى سوى هدف واحد من ركلة جزاء ما يجعل المهمة بارغة التعقيد من جهته سيكون المنتخب الفرنسي الذي لم يقنع كثيرا في هذه البطولة أمام فرصة بلوغ المشهد الختمي لبطولة أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه أما بخصوص الغيابة من الفريقين فسيدخل المدرب الإسباني لويس ديلافوينتي بدون خدمات نجم برشلونة بيدري بسبب الإصابة وداني كارفاخال ولو نورماند للإقاف أما من جانب منتخب الديك فإن ديدي ديشان سيدخل مواجهة المربع الذهبي مكتمل العناصر أعلن اللاعب الدولي الإسباني تياغو ألكنتارا اعتزالهم ممارسة رياضة كرة القدم عن عمر 33 سنة فقط بعد معانته من الإصابات المتكررة وكان ألكنتارا قد استهل مشواره مع رديف نادي برشلونة الإسباني سنة 2008 ليرقى بعدها إلى الفريق الأول ومن ثم بالانتقال إلى فريقي باير ميونيخ الألماني وليفربولة الإنجليزي تواليا لكن الإصابات كانت هي الحائلة بينه وبين مواصلة ممارسة كرة القدم في أخبار محترفين سجل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر عودته لتدريبات نادي إيس ميلان الإيطالي وذلك من أجل مباشرة التحذيرات الصيفية تحسبا للموسم الجديد وكانت إدارة الميلان قد نشرت عبر الحساب الرصبي للفريق على منصة إكس صورا حصرية للحصة التدريبية الأولى التي أجرها تعداد الفريق وظهر بن ناصر إلى جانب بقية زملائه في الفريق خلال هذه الحصة التدريبية التي جرت في أجواء مميزة رغم الأصداء التي روجت أنه سيغادر الفريق خلال المركات الصيفي الحالي في جديد سوق الانتقالات بالجزائر حسم نادي مولودية العاصمة الصفقة اللاعب المتألق زكريا دراوي قادم من نادي الوداد البيضاوي بعد فسخ عقده بالتراضي وكان دراوي صاحب 30 عاما محل أطماع عدة أندية جزائرية على غرار شبيبة القبائل وناديه السابق شباب الوزداد ليحسم موقفه بتمثيل بطل الدوري نادي مولودية الجزائر بعقد يمتد حتى سنة 2027 كما وقع نادي العميد مع الحارس تفيق مساوي قادما من نادي بارادو بعقد يمتد حتى سنة 2027 هو الآخر أيضا من جهتها وقعت إدارة اتحاد العاصمة مع الدولي الجزائري والظاهير الأيصر لنادي الوداد البيضاوي اليسشتي والذي كان قريبا جدا من التوقيع في نادي شبيبة القبائل قبل أن يغير رأيه ويوقع مع أبناء السستارة بعقد يمتد لثلاث سنوات في المنافسة القارية حسمت الاتحادية الإفريقية لكرة القدم كاف عن موعد إجراء قرعة الأدوار التمهيدية لبطولتين دور أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية لموسم 2024-2025 وأفادت تقارير الصحفية اليوم الثلاثاء نقلا عن مصدر من داخل الكاف بأن قرعة الأدوار التمهيدية للبطولتين ستقام هذا الخميس 11 جولي الجاري عند الساعة الثانية زوالا بتوقيت القاهرة المصرية وستكون الجزائر في النسختين القادمتين من المنافستين الإفريقيتين ممثلة بملودية الجزائر وشباب الوزداد في دور الأبطال والشباب قسنطينة واتحاد العاصمة في كأس القاف مشاهدين الكرام وصلنا إلى نهاية الموجز لهذا اليوم دمتم في أمان الله وحفظه سلام عليكم شكرا